نجح الفيصلي في تخطي فريق الوحدة السوري في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الاثنين على ملعب صيدة في بيروت بهدفين مقابل هدف لحساب المجموعة الثالثة بطولة كأس الاتحاد الاسوي لكرة القدم لحساب الجولة الخامسة هدف الفيصلي الأول جاء بتوقيع النجم البولندي المحترف في صفوف الفيصلي لوكاس سيمون فيما سجل الهدف الثاني والفوز للفيصلي في الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء لاعب أنس لجبرات مانحا الكتيبة الزرقاء نقاط اللقاء الكاملة ليرفع الأزرق رصيده إلى عشر نقاط ويواصل صدارة المجموعة الثالثة